بسم الله الرحمن الرحيم سوف نفتح من المخدراتنا بمجال فكاراتي بونس في المرات الصفقة سلمنا عن مختلفة لفكاراتي بونس التي لا نشخصها فيها يمكن أن نفض الموضوع بشكل معرضة دياغنوز تكشوية سوف نتحدث عن كيف تدخل فكاراتي بونس لدينا ستاندرد وفكاراتي بفكاراتي بونس يمكننا أن نفتح بشكل مجال وتدخل فكاراتي باستنالي و هذه جهزتنا تبدأ من الظرفة تدخل نظمة من الظرفة من الفكاراتية تدخل لتقه منยجة أقصى من اسمحة كذلك نظمة نظمة عن نظمة هاته هذه القيام بتلاتي الحبث. ومعاً للحبث. فإذا كانت المعبودة للحبث عن المسيطات المتحدة فإننا نستخدم البطالية ويقوم بتحييبه الانتقل المتحدة ومن المتحدة المتحدة نبقى على المدينة من خلال تحييبه وفوضيه كيف تصدر بطار قنوز خلال تحييبه خلال تحييبه جميع المهنف من خلال تحييبه يوجد المنزل يمكن استخدام تحديث على الظهير يستخدم الفوض المسافرات على الظهير تحت وجهة إطلاع البيانات الآن الجامعية الرئيسية سوى السلامة التحقيقية والدرسياتية المتطورة مكانية الإنسانية من المكانة التحقيقية من الدلسيات عالم الملمس من إدمان كمية ربعشة مدرس جلوية مادارات، من التكسر ودى أوروين تحليل بالدفث. ومن المgruppين من الاستخدام وحول التبريد هذا ما هو من خلال ضجنا لدينا هذا المباري و سوف نشرح مع أصول حيثة تقوم بناصية مع argumentات وحيتيوب تقوم بتحديد الحيث الشباب الملجات لكن هنالك ها هو تحديد الحيث عن التقوم بناصية عن النقاط لذلك لدينا سوف نقوم بتحديد الحيث عن النقاط نعم سوف نستمر من التحديد الحيث عن النقاط يقدر هذا المواضي لكي ستكون عشان الموضوع ستكون هناك كل شيء لا أعرف سواء في الموت سيكون جدد كبير نهائية الضوء من المصر ستجد ان ستجد التعليف عن المصر ستجد و قد يشترك في المتابعة يمكن يشترك انهاء خلال مصر يمكنك ايضا هذه المصر تجد من المصر المصر من أي مصر أولا هو رفلكتب ماب , و اخرى , يضع في التواصل الى الضوء هو رفلكتب مابرزو انهانسة تسليز المابل الفوق الى رفلكتب مابرزو انهانسة تسليز في كل واحد منهم يردلون نظر معينه للامج الابنت الصورة الثانية اللي هي تحت البيلن أمبروزو انهانس تقريب ديسبيين متعرض لنا يوجد منها هالليفت سايد حاجة بنتسمينها إكسيكلوجين ماب ديكالكوليت ما نسميه بيست فتسفير ثم ديكالكوليت هذه بيست فتسفير اخرى وزوى فتسفير ونظر الى المثال ونظر الى المثال ونظر هذه المثال تسفير عندما نقوم بيستفير نجد أن نفهم لأنها تسفير لسفير أجلبنا نقوم بلاجة لتسفير أجلبه بيستفير ومثالي فهو اخرى اجلبه بيستفير مستمر جدا و كامالا يفعله بكامم و بمجرده فهذا يجب علينا تريد محكمة قبل افتاد المستقبل تريد محكمة التشميل بالمعدادة تحت تكريب الأمام والتشميل والتنهال تحت تنهي أفتاد كاملة قبل افتاد المستقبل والتستخدام لأجرى بكامتر وأحظظ والتعليق السجن الرعيي قد يكونbed أليق السجن الرعيي و الانتظار كثير أتفاق مع هذا إذا كان بالإعطاء الحزنية إلى نفس الشجوع عندما يتفق عطى الشجوع الثاني هي للترجمة مع الأوضان لأن ظهورنا نفس الشجوع بالتأكد ف reminded that if 1 eye appears abnormal يجب ان يكون ذلك给頭 ايه إذا كان لها تح組성이 Astro I mean its not wise ف pounds to order الهروب س يجب ان يرس بلadata إنما بعدا فهمت أصرج 4 وقال لأعود PEN 더 خاطئ ثمن يقررify elهروب Trde complaint innovative topographic map or curvature map which code the corneal surface into colors either blue color or green which is the usual corneal appearance or yellow which means suspicious or red which means steed cornea or suspicious cornea having the corneal color code should not be misleading for us يجب أن نعرف أن نملك إثارة من حين المتابعة. حسنًا يمكن أن نجد الأرض من جمالة أو أو الرغل من جمالة أوبزة. يمكن أن نجد الأرض من جمالة من جمالة أو جمالة لأكثر من جمالة. أي حسنًا، يمكن أن نجد الأرض سيئructive باطاية في نتخبض على الأستigmatizers. هذه سيئة سيئة باطاية يمكن أن يظهر نفسك في Log 7. يمكن أن يكون لدينا أسيمتر بوتي with inferior stepening as 8 أسيمتر بوتي with superior stepening as 9 أو أسيمتر بوتي with skewed radial axis أسنتين skewed means أن الأساسي 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 لا يوجد أساسي يمكن أن يكون أساسي الأساسي ويكون أساسي الأساسي يأخذ ما من المثال all these farther we shouldn't take precaution when we find inferior stepening or skewed radial axis Or asymmetric bckai with inferior step This is that mobile We always fear of inferior stepening because the mythology of bravery omanicing usually start olmay latticervis and lightly limp and start ed in the posterior corner Surface so having any abnormality وفتال؛ يبع precious fact in the inferior part of the porno Wirping in the inferior part of the porno May draw our attention ot possibility of early or starting fabric forms We should classify our patients coming from refractive surgery according to the Aquidia score From this details of the Aquidia score we are not понадоб Look to understand or study it But just to know that Adnormal topography is considered very risky الفيرو-ستمing or skewer-relijected is also concerned with risk patient with just asymmetric butoy is slightly risk but normal with normal or symmetric butoy is completely safe the remaining residual stromal thickness which we should leave stromal thickness has more than 300 micron as residual qualcosa chances of age of40 having corneal thickness above five hundred ten micron is more safe than zinc corneal and of course correction of pre-vagableness is more safe than collection of highhora this is the idea of the лого abonnс which categories risk of patients coming for miel but just I mentioned it to note that the topography is the most important thing or risk factor for prediction of post D-dreaming taste to make things easy to remember we should know that abnormal figures of Quenta Camp that make Admi-Ad users having Ou united with corneal power more than 47 for corneal which is ставились than the other eye by more than one diap20 i mean to look to the maximum key in both eyes إذا إذا حماس سوى الاتجان وهو ريكو أكثر من أمس كو أكثر من الأمس كو 2 ديوبتر إذا قد تزيب الغراطة الأجناء لدفراطة الأجناء اليسدي إذا كان الأجناء يمكننا تأكثر من أشياء فإذا إذا نظر سوى الوضع أكثر من أشياء إذا نظر أن تزيب الغراطة الأجناء 6 مم أوطيئي تقليص بالأجزلهم إلى 22 د ушانوين أستطيع انقل بعض المنشففين يجب أن تدخل الرائع كرة واحدة من فرصفين كرة واحدة من فرصفين كرة واحدة من فرصفين كل هذه مقربة ستعارة الإعلام سأبدأ البقلة أ Software will start some challenging cases to discuss or to explain my idea we will during InterCam Capture have a good anonymous capture and understand it and keep in mind once we find one point of suspiciousness is not enough for decision two points are not enough but having three points is more than enough for me to the final عندنا تجيغ Pack points دون يجب أن نتع هناك الأنسال 것이 الأحسين للمConnect ولمير أما للموقع الأرجاب ولمير أما إلى الجيش ثمي Lol ولمير أما إلى الجيش فلانم لل overwhelming حى بالنسبة المستخدم الكبير تقليق مع هذه الاحتيجية تقليق و موظفتات الكبير و التعليق الخاصة تقليق في الاحتياج موظف وصل و المضبط في البداية التي تنظر حتى ترى الوناس المقبل الثاني الاقلام التعاسية أمتعت العاملية التي يجب أن تستطيع أمتعتها كثيراً الوناس تنظر الحارات لأنها تنظر من أحضور الحارات تنظر الحارات الشخص التي يجب أن تنظر في التعاسية لديه حارات الألعان والمبداية لدينا لدينا موظقة الأفضل بان هاتا عندماchlن يظهر الكtightEN وس uh الإمكان متصوص البحلوانية من المنطقة لذلك يجب أن لاحظة المنطقة بالط intimente عندما نحصل من قبل 16 سببicين عندما نحصل على قبل 18 فهذا لفكرة المنطقة بالط Lilian كل مرة تركينهم من جدوة 12 سببه أشخص مجدد من نصول لفكرة المنطقة بالطiary من الجدوة من 12 إلى 18 سببه بقول لكرة السببية The Anterior Elevation Map I think is not as important as the Posterior Elevation Map The Update of Posterior Elevation Map in the form of Bellin and Ambrosumab is simply a software display that enhances abnormality If there is some abnormality in the Posterior Elevation in Bellin and Ambrosumab they try to enhance it to be sure is it actually a keratoconus or something else Simply Bellin and Ambrosumab calculates the Posterior Elevation by the conventional way and another calculation what we call Exclusion Map they exclude the area around the central cornea the area around the thinnest point of the cornea in calculation of Posterior Elevation then they calculate again the Posterior Elevation Usually in normal cornea calculation of the Posterior Elevation points in conventional way and calculation it after subtraction of the area around the thinnest portion of the cornea but in keratoconus patients because the pathology is centered around the thinning of the cornea so once we calculate the Posterior Elevation again after exclusion of the area around the thinnest location of the cornea that the abnormality or changes are very enhance so by this difference we can anticipate or expect the patient have something wrong in the posterior corneal surface and the more risk of keratoconus this will be discussed later on in detail in another lecture regarding the idea of PENTACAM and corneal imaging because we have another lecture called different corneal imaging modality we will discuss what is mean by topography, what is mean by PENTACAM, what is mean by ORBASCAN and the difference between them and of course we will discuss PELIN and BROSUMAP in detail but just now we have an idea about diagnosis of caratoconus and we will introduce to you the classical appearance of early caratoconus if we look here we will find the cornea in the sagittal curvature map steep and if we look to the corneal thickness map below it we will find displacement of the sinus location slightly to the temporal area and look to the posterior elevation map or back elevation map on the right side of the corneal thickness map we will find a figure of 39 which is very high and very risky and this is classical keratoconus this is a map of another system of triangle imaging called TOMI it shows us the cornea is very steep in the curvature map and the sinus location is displayed on the right side of the curvature map directly which is some with sinning and displacement of sinus location and if we look down to the elevation posterior we will find the figures around 48, 58 and 34 and all of these are abnormal figures denoting this but sometimes we may find cases which are not so classical as previous as this case if we look here we will find some abnormality in the posterior elevation with some figures about 23, 40 we will find some displacement of sinus location and we may find some abnormality or shifting of symmetric buttoile actually not caratoconus the idea here is to have a proper imaging of the cornea we should fix at the center of the map and we should find the abnormality in the center sorry i mean i mean we should find the map centered on the center of the pupil and center of the cornea and in the previous example the patient was not fixing well so it gave us a false impression of abnormality while it's completely normal how we know this? we know this by simply looking to the pentachem itself the pupil should be in the center of the map but once we find check thing i mean the pupil is up down right left this means the center map and we should repeat it again the pupil is highlighted in pentachem by central circle or dot circle if we find this circle is not exactly in the center of the map we should repeat it because the calculation of everything is centered around the pupil this illustrates to us the idea of best fetosphere i told you about we calculate the posterior elevation in relation to the best fetosphere or model of the cornea and we measure abnormality or deviation of each point from normal and usually as i told you the posterior elevation point should be below 12 this is an example of patient with inferior steepening and the upper part shows the reverse shows flattening actually this patient has previous lesic due to previous lesic it undergo flattening of the cornea but if we lock down the lower part is starting to protrude and start to develop both both elevation in the front map elevation of the back map ceiling and the elevation of increase of curvature this is simply a post ledoectasia with protrusion of the lower part of the cornea and thinning this is a completely different example if we look here we find an area of flattening which is circular and very regular and coincides with it an area of thinning which is circular and very regular and inferiority we find the stiffening but if we follow the steep point we will find this area of stiffening is not thin at all it is thicker than normal and undergo no posterior elevation simply this is an example of narrow optical zone with decentered ablation in this patient ablation is done with narrow optical zone and slightly superiorly centered so the lower part of the cornea is not ablated well or not ablated at all and this leads to protrusion of the lower cornea actually it's due to it's not a protrusion it's rather an unablated cornea with increased thickness so don't forget corneal protrusion and thinning we should find the thinning coinciding with the stiffening if we find the cornea showing area of stiffening but with increased thickness than normal it may be an unablated area during glazing or something else as corneal scar or something and this is a more clear view of the previous case and in the previous example this is a map of another system of triumphant imaging called TOMI system it shows us cornea is very clear there are many other causes having dry eye contact lens garbage or salisman nodular degeneration or even misalignment in the form of decentration all of them may produce a hot area on penta cam which is not this example of effect of dry eye this patient has a severely irregular pattern of dry eye and severely irregular penta cam reading once we put artificial tear the same patient capture image was shown below very clear and very normal just thinning so when we find the irregularity of no specific pattern just something strange or something weird without certain point of stiffening and when we find a lot of dots in the part of the corneal image these dots simply is unmeasured area they are extrapolated areas and the penta cam try to predict it so having a lot of unmeasured area may mean there is something in the ocular surface making the penta cam not able to take the image well so we should not allow this we should put artificial tear and measure also the contact lens effect for longer use of contact lens produce contact lens garbage which is characterized by steaming of the cornea but with increased thickness not thinning simply putting the corneal contact lens for longer period to produce some sort of injury to the corneal surface with hypoxia and this hypoxia may affect the endocelium producing slightly increased corneal sickness than normal so the hallmark of this is abnormal topography with normal corneal sickness or even more corneal sickness than normal once we remove the contact lens for two weeks the corneal appearance were returned back and because of this we do not prefer to do reflective surgery before stoppage of contact lens for one or two and take precaution when we find inferior steepening or skewed radial axis or asymmetric bowtie with inferior steepening and the reverse there is something called central island sometimes in old laser machine some parts of the cornea are not ablated so appear steeper than the others due to unablated area but as i told you the hallmark is to having steep cornea with increase rather than decrease cell this is example of patient with inferior steepening and the upper part shows the reverse shows flattening actually the patient has previous lesic due to previous lesic it undergo flattening of the cornea but if you look down the lower part is starting to protrude and start to develop both elevation in the front map elevation of the back map ceiling and in the elevation of increase of curvature this is simply a post ledecthesia with protrusion of the lower part of the cornea and ceiling thank you thank you